يعني كل الكلام عن مباراة نهاية أفريقيا والمكان وما يحدث في المكاتب المغلقة في الوقت الحالي لازم نتكلم عليه نادي الأهلي بمؤسسة كمؤسسة كبيرة في أفريقيا في كرة القدم وكنادي كبير وكنادي من أكبر الأندية في العالم وفي نفس الوقت مؤسسته فيها الجزء القانوني والفني وكل الأمور الممكن تتخيلها جوة نادي الأهلي كمؤسسة حاجة كبيرة جدا وبالتالي هو بيدور على مصلحته دائما بيدور على مصلحة نادي ومصلحة جماهيره وبالتالي فيه أمور كثيرة بتردت يعني النادي الأهلي ياخد إجراءات فيها وإن كان طبعا الموضوع غريب شوية إنك كاتحاد أفريقي ومسؤول عن الكرة في أفريقيا لازم دايما تبقى محايد ولكن هنا الأمور يعني بتتاخد بشكل مختلف هنا الأقوى مين؟ مين اللي عنده قوت تأثير وصوت مؤسر داخل الاتحاد الأفريقي عشان يبقى هو المسيطر وياخد القرار بشكل يكون فيه حاجة لمصلحته هو هنقول إن الملفين اللي تقدموا بس عشان نرجع بس واحدة واحدة ونفهم يعني نفهم الموضوع مش إزاي المغرب ودي متمثلة فيه أستاذ فاوزي لقجع طبعا عضو المكتب التنفيذي للتحاد الأفريقي والسنجال ومتمثلة فيه فاطمة سامورا سكرتيرة للتحاد الأفريقي يعني ممثلين للناس موجودين دي سنجالية والسنجال هي اللي قدمت الملف الخاص بيها لإستضافة دوري نهائي دوري الأبطال والمغرب في نفس الوقت قدمت لإستضافة أيضا نهائي دوري الأبطال والتالي دولتين فقط هم اللي قدموا عشان يصدفوا هذه المباراة وفجأة بتنسحب السنجال وبتفضل دولة المغرب مع اقتراب وصول الوداد إلى مهائي أفرخ وبالتالي بيتضح أن الأمور فيها ممكن تكون بعض الأمور في داخل المكاتب المغلاقة زي نقول هنا فيه نقطة مهمة جدا احنا كان عندنا ملف قوي مفروض مقدمينه كالتحاد مصري عشان مباراة السنجال وإعادة مباراة مصري وسنجال في تصفيات كأس العالم والمغرب كانت وقفة بجانب السنجال في هذه الأمور أو في هذه القضية وبالتالي كانت فيه أمور هتخد يعني بما معناها إنك بتقف جنبي فيه أمور خاصة بالمباراة دي والقضية دي بالذات وأنا برضو هقف جنبك وهنسحب في الوقت المناسب بحيث إنما يفضل الدولة الوحيدة اللي بتتصديف في نهاية دور الأبطال هي دولة المغرب أو زي ما بقول كده بقى خلاص معه بقى نادي الوداد هو اللي هيكون هو صاحب الأرض وبالتالي طبعا زي ما بقول لكم كده بتبقى في بعض الأمور بتدار في المكاتب المغلقة وفي الغرف المغلقة بشكل ما احنا ممكن نكون بعيد عنها لكن هو ده بنوضح به الأمور إن الصوت القوي من خلال فوز الأججع خلال فاطمة سامورا هم اللي موجودين أين كابتن هنا بوريدة اللي هو عضو أيضا مكتب التنفيذي ما كانش موجود في النقطة دي أو في المكان ده حتى الآن مش عارفين إحنا عندنا ملفين مهمين جدا 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 كانوا بالنسبة لنا إن احنا لازم كان على الأقل ملف فيهم نكسام ملف عادة مباراة مصر وسنغال وملف نهائي دوري الأبطال يعني ده دول ملفين كانوا مهمين بشكل كبير جدا وفي الأسف الشديد يعني ما نجحناش فيهم حتى لأنه آه كان فيه خطابات كان فيه خطاب من اتحاد الكرة يعني بيطالب الاتحاد الأفريقي بإن المباراة تبقى في أرض محايدة ولكن إمتى؟ إمتى؟ إمتى الكلام ده؟ طب إحنا ما تكلمناش ليه وما عملناش اجتماعات ليه حتى مع النادي الأهلي عشان يبقى فيه طلب لاستضافة المباراة النهائية أيضا يعني كان مفروض فيه تحركات مختلفة وسريعة في هذا الأمر عشان ما نتحطش في الموقف ده لأن إحنا في الآخر إحنا بنقعد نطلب إن المباراة تبقى محايدة في مكان يعني محايد ولكن بنفاجأ بحاجة وحاجة ما تقدرش ممكن تغيرها وبالتالي بتبتدي تصعد الأمور نادي الأهلي النهاردة بصعدها للمحكمة الرياضية عنده يعني نظر إنه ممكن يحصل كده يبقى فيه تصعيد للمحكمة الرياضية فيه كمان اجتماعات هتبقى موجودة من مجلس دارة النادي الأهلي والشؤون القانونية في النادي الأهلي عشان يعرفوا الموقف الخاص واللواقح والقوانين ممكن تقول إيه فتصعيد من النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب كلعيب كورة كمان ومسؤول عن الكيان الكبير ده يهموا جدا جدا مصلحة الفريق فيه نقطة مهمة جدا كمان لازم أتكلم فيها وهي إن السلاسية ده حلم الأهلوية إنك تحصل على البطولة رقم 11 والتالت على التوالي مهمة جدا ممكن النادي الأهلي حرم من السلاسية دي لو نتذكر 2007 أمام النجم السحلي وانا لو نتذكر طبعا كابتن العرجون كان صاحب أو كان الحكم في اليوم ده وتغادى عند ضربتين جزاء لأحمد الشناوي وأبو تريكا وطاردة مادن نحاس في الوقت ده وبالتالي حرم النادي الأهلي في اليوم ده منه يحصل على البطولة الثالثة على التوالي لكن المرة دي أعتقد النادي الأهلي عنده درايا كافية في الموضوع ده وعامل حسابياته في حاجات كتير جدا منها كمان إن في طلب هيقدم من النادي الأهلي إن يكون في حكم أجنبي لنهائي أفريقيا يكون موجود سواء حكم ساحة أو حكم فار هيكون موجودين ودي دراسة موجودة عشان تبقى الأمور كده إنت يعني بتحافظ على حق نديك بشكل كبير وحق النادي الأهلي وحق مصر على فكرة النادي الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة الأفريقية في البطولات الأفريقية مش في دورة أبطال بس أنا بكلم في البطولات الأفريقية بشكل عام وبالتالي الأمور الخاصة بحماية حق النادي الأهلي مكفولة لدى النادي الأهلي وكادتخطيب عملية الفصل موجودة يعني أكيد كادتخطيب كالعيب كورة وأنا كالعيب كورة أنا عارف كادتخطيب ومن خلال إدارته وحكمته ومن خلال كمان كالعيب كورة عارف كويس قوي أنه لازم يبقى فيه عملية فصل ما بين اللي بيحصل كأدارة والبحث عن حق النادي وفي نفس الوقت المشوار الفني ومشوار الفريق وعملية الفصل ما بين الفريق وما يحدث خارج الملعب النادي ماشي في حتة ودي حق النادي وفي نفس الوقت اللعيبة لازم تبقى مركزة وحتى لو حتى لو وصل الأمر إن النادي الأهلي يلعب في المغرب إن شاء الله إن شاء الله لعبة النادي الأهلي قادرة إنها ترجع بثلاثية وبطولة رقم 11 بأمر الله وده اللي احنا دايما متعودينه من النادي الأهلي ولعبته دايما على مدار التاريخ